فرضت جائحة كورونا ظروفا استثنائية تتعلق بأساليب التعليم والدراسة لكن ربما الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو مشاعر الأطفال المنقسمة بين الحماس والقلق من بداية الفصل الدراسي الجديد سواء كان عن بعد أو في الغرفة الصيفية هناك أمور يحتاجها الأطفال للتكيف مع بداية الفصل الدراسي ما قد يولد تحديات وضغوط نفسي عليه وعلى والديه كيف نتعامل معها نتابع المادة التالية في دايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من اسطنبول باتول الحديثة الاختصاصية في الشؤون التربوية عبر خدمة سكايب مساء الخير باتول مساء النور يا هلا نتذكر لما كنا أطفال فكرة الروح على المدرسة خاصة بعض العطلة يعني صعبة مو بسهولة متقبل الطفل كيف فينا نهيئ الأطفال لاستقبال فصل دراسي جديد كان أول خطوة لازم نعملها خلال العطلة هي أنه نحن ما نقطع فكرة التعلم وما نوصل الطفل لمرحلة من الانقطاع التام بما أنه قرب الفصل الثاني فممكن نبلج هلأ بتهيئته أول شيء بالنظام النوم إعادته للاستيقاظ مبكرا في حال كان الطفل خرب نظام نومه خلال العطلة بالإضافة لمحاولة مراجعة لو شفاهيا بعض المعلومات اللي هو أخذها بالفصل الأول حتى ما يكون فيه انقطاع تام ولم يرجع ما يحس بصعوبة أكبر بالإضافة للحديث عن أصدقاء أو عن يعني في حال كونه للتعليم أونلاين ما عاد فيه لقاء بالأصدقاء فممكن نذكره بالطقوس نجهز معه مكان أو زاوية الدراسة بطريقة بحبة مثلا أو مميزة نقعد نتناقش معه عن الأكلات الطيبة اللي رح يأكله بفترات الاستراحة مثلا يعني شوي شوي نحنا رح نحاول نرجعه للجو والأهم من هيك أنه نحن نحاول نربطها بأهدافه دائما الطفل هو بحس المدرسة طبعا لما بيكون عنده نفور من المدرسة فهي بعيدة عن أهدافه أو عن يعني أهدافه حتى لو كانت الخيالية ما حاسس بأهميته فاقد للمعنى اللي بتعطي المدرسة فنحنا لما نحكي عنه حول أهمية المدرسة بالنسبة له كطفل أو نربطها بأهدافه أو الأشياء اللي هو بحب تحقيق الأمنيات اللي هو دائما بيحكي عنها فهذا الشيء رح يعطيها معنى أكتر ورح يحببه فيها أكتر بس كتير من الأطفال قلت من شوي بتقول أنه ممكن نحاول نستذكر معه معلومات أو شيء له علاقة بالمدرسة كتير في طلاب بيقولك أنه هي العطلة ملكي أنا يعني ما بيتقبلوا فكرة أنه هنا نفتحوا أي شيء له علاقة بالدراسة هل القصة وقتية أم لازم تكون تراكمية يعني هو بالأساس نتعود على أنه بالعطلة يكون في وقت للمراجعات هو صراحة يفترض أنه ما يتعود هيك على الأقل بفترات متقطعة أكيد ما بنفس الكسافة اللي هي بالمدرسة لكن هذا الشيء رح يخلي يعني هو العقل عبارة عن عضلة مثل باقي العضلات محتاجة لتمرين دائم بس تعطلت حطرة طويلة أو عن الأنشطة الزهنية الأساسية مثل سواء كان الحساب أو الحفظ أو تمرينها بأمور مختلفة فهذا الشيء ممكن يأثر على نشاطها ورح يتعبوا كتير بالعودة إلى الدراسة وبديرجع يعني مستوى أقل لذلك نحن دائما نربطها لكن ممكن يكون في اختلاف بالأسلوب بالأدوات بالوسائل فنحن نعملوا إياها مثل الألعاب متعلقة تذكره إمكان صندوق المعلومات اللي كنا ناخده بسوريا فهذا نحذر في حذر ذير هذا السؤال على تكرار هذه المعلومات صرنا نحفظها فهذا الشيء ممكن يشغل عقلنا بحيث أنه نضل على تواصل الحذر ذير متعلقة بالرياضيات مثلا الألعاب اللي إلها علاقة بالذخير اللغوي حرف اسم نبات جماد بلاد ذكرتها أكيد صحيح فهذا النوع من الألعاب يعني على شكل الألعاب هو لكن أيضا إلو أهداف تعليمية بحيث أنه يضل على المنشط المرتب بالتعلم طيب يعني عم نحكي نحن هلأ حاليا بتعرفي هاي السنة بسبب كورونا في كتير بلاد كان التعليم عن بعد يعني الأطفال ما راحوا على المدرسة من الشهور طويلة طويل الآن ممكن يرجعوا يفتحوا مدارس ببعض البلاد ويرجعوا الأطفال بها الحالة كمان شو اللي ممكن نعملوا لأنه فترة الانقطاع كان طويلة بالنسبة للطلاب تعودوا على أنه حتى لما يدرس عم يدرس بالبيت وليس دوام بالمدرسة أنا بظن الولد هو بس ناطر تفتح المدرسة يعني هو متشوق بسبب الانقطاع الطويل طبعا حتى لو كان هو بالأصل ما كتير صحب مع المدرسة لكن الانقطاع الطويل اشتياقه للخروج من المنزل مشاهدة أطفال ثانين ونحن حديثنا معا عن هالموضوع فهذا لحاله كافي بإذنه ويرجع بنشاط إلى المدرسة لكن ممكن يكون في بعض المخاوف المتبطة بالمرض خصوص الأطفال اللي كان عندهم سواء كان عندهم إصابات أو كان يسمعوا الأخبار باستمرار فنحن نحيطهم علم بتطورات اللي عم تصير أنه صار في لقاح في أشخاص كتير أخذوا لقاحات هلأ الحمد لله يعني خفى نسبة الإصابات العالم عم تشفى وهذا الشيء بيقلل من قلقه تجاه المرض أو الظروف اللي صارت حتى نقطع عن المدرسة بالإضافة إذا كان في مشكلات متعلقة بالمدرسة كانت تبعدوا عنها فهذه ضرورة نحلها قبل ما يرجع على المدرسة خصوصا إذا كانت تعليقة بالتنمر أو علاقته بالإستاذ فهذه لازم نحلها على بك كيف طب ونصائحك هلأ باتول بما أنه قربت الفصل الدراسي الجديد لتهيئة الطفل لا يرجعوا للتعليم المباشر بعد هاي الفترة الطويلة من انقطاع نصائحك للأهل أكيد هلأ أول فكرة في حال كان التعليم عن بعد فتهيئة ذاوية الدراسة أو الموض المتعلق بالدراسة يعني نحنا ما نرجع لفكرة كونه ابننا هلأ تعود عن نوم فنحنا ما عليش عادي إذا حضر يعني بجامت النوم وقسة أول ما نوفاية لا بالعكس لازم يكون مستعد للأهدي قدام الكاميرا في زاوية خاصة ومع التخطي أعضي فاق بكير وفتران وصير مع الحليب يعني يكون متجهز ومستعد لاستقبال المعلومة بالإضافة لأنه هذا الموض هو اللي بيعطيه جو الدراسة بدخله بجوه بحيث يحس حاله أنه هو جاهز لاستقبال المعلومات وللتفاعل مع الدرس شغلة تانية يجهز معه الأدوات بحيث يتناسب معه نحكي له كمان معلومات عنه يعني نجهزه كمان للمعلومات اللي هو رح يستقبلها ممكن نشوف شو الشي اللي هو بيتميز فيه نحن حكينا المرة الماضية عن الذكاءات التعددة فالطفل أكيد فيه شي معين بالمنهج للدراسي بيجزبه أكتر من شي فنحن نبحث عن هاي النقطة أو نحاول نحفظ الطفل من خلاله من خلال هاي المادة أو هاي المعلومات اللي هو عادة بتلفط نظره خلال المدرسة شكرا جزيلا إليك كيف تولح ديفة الاختصاصية في الشؤون التربوية شكرا